السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بنموذج كتابي للمراقبة المستمرة رقم واحد الأسدس الثاني مادة الرياضيات خاص بالمستوى الخامس من التعليم الابتدائي إذن نبدأ بالسؤال الأول حول ما يلي على شكل قوة إذن لدينا 240 في 240 يمكن أن نحول هذا الجداء إذن على شكل قوة 240 أس إثنان 240 أس إثنان 174 في 174 في 174 ثلاث مرات إذن 174 أس ثلاثة السؤال الثاني فكك وأنجز ما يلي إذن هنا لدينا العكس سوف نفكه إذن عندي 14 أس إثنان كتساوي 14 مضروبة في 14 إذن اللي حسبنا الجداء دي العددين إذن 14 في 14 هي 196 196 11 و 3 أي تساوي 11 في 11 في 11 ثلاثة المرات إذن 11 في 11 في 11 كتساوي 1300 و 31 1300 و 31 نمر الآن إلى السؤال الثالث أنجز واختازل ما يلي إذن عندي 14 أس إثنان على خمسة ناقص واحد على إثنان إذن 14 أس إثنان يمكن أنا نكتبها على شكل 14 في 14 ناقص واحد على إثنان إذن تساوي 14 في 14 هاي يحسبناها هنا 196 إذن 196 على خمسة ناقص واحد على إثنان إذن عندي فرق عددين كسريين إذن خسنين واحد المقام إذن المقام الموحد هو عشرة إذن خمسة ضربتها في إثنان 196 إلى ضربتها في إثنان غادي تضطيني 392 392 ناقص إذن إثنان بطبيعة الحال المقام الموحد هو عشرة إذن إثنان ضربتها في خمسة إذن إثن واحد قسنين ضربه في خمسة إذن واحد في خمسة خمسة تساوي إذن مقام موحد عشرة وغادي نحسب إذن الفرق 392 ناقص خمسة تساوي إذن النتيجة هي 387 على عشرة إذن 387 على عشرة نمر الآن إلى السؤال الرابع إذن حصل متعلمون مستوى الخامس ابتدائي البالغ عددهم 33 تلميذا على النقاط التالية في مادة الرياضيات إذن عندنا قسم دي المستوى الخامس إذن عدد تلميذ هو 33 تلميذ وحصلوا على هاد النقاط إذن عندي نقطة 8 عندي نقطة 10 سبعات سعود 6 إذن هاد المعلومات ولي هاد البيانات خسنين ننظمها في جدول من بعد غادي نمثلها إذن في ميبيان بالأعميدة غادي غادي نبدأ بالنقطة الأصغر اللي هي 6 إذن غادي نحط النقطة هنا عندي 6 عندي 7 عندي 8 وعندي النقطة 9 وعندي النقطة 10 إذن هذا الترتيب جال النقاط 6 7 8 9 10 إذن 7 زي التلاميذ حصلوا على 6 إذن هنا أكتب عدد التلاميذ اللي حصلوا على النقطة 6 إذن هما 7 إذن النقطة 7 حصل عليها 14 تلميذ إذن هنا سنكتب 14 النقطة 8 حصل عليها 5 إذن 5 دير تلام تحصلوا على النقطة 8 النقطة 9 حصل عليها 3 والنقطة 10 حصل عليها 4 إذن هذا هو الترتيب أو التنظيم من هذه البيانات في الجدول نمر الآن إلى التمثيل إذن التمثيل بطبيعة الحال إذن سنرسم ميبيان إذن سنرسم الميبيان ديالي إذن لاحظوا في هذا المكان سنمثل فيه النقطة هنا النقطة المحصل عليها إذن نقطة المحصل عليها وهنا عدد التلاميذ عدد التلاميذ عدد التلاميذ إذن بالنسبة لعدد التلاميذ هو العدد ديالهم هو 33 إذن إذن هنغس يكون عندي إذن 40 إذن غدي نمشي 15 15 15 إذن غدي نمشي بـ 5 إذن 5 10 15 15 إذن كل 1 سنتيمتر قيمة تلي 5 20 25 30 35 إذن فوالا 15 15 15 20 25 30 35 نمرو الآن إلى ترتيب النقط إذن النقط مشي مشكل إذن نكتب مثلا هنا النقطة 6 إذن هنغس ندير النقطة 6 هنا نقطة 7 نقطة 8 إذن نقطة 9 وهنا إذن غدي ندير هنا النقطة 10 إذن 6 7 8 9 10 إذن نشت إذن الآن نمر إلى رسم الأعمدة إذن بالنسبة النقطة 6 إذن حصلوا إلى 7 ديالة لعم إذن عندي 5 6 7 إذن هنا 7 7 ديالة تلامت إذن الميبيان ديالي إذن 7 ديالة تلامت بالنسبة للنقطة 7 حصلوا عليها 14 تلاميذ إذن 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 قبل 15 8 عدد التلاميذ هو 5 إذن هنا بالضبط إذن 5 عدد التلاميذ الحاصلين على النقطة 9 3 إذن 3 إذن هنا 3 ثلاثة 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 وبالنسبة للنقطة عشرة حصل عليها أربع تلاميذ إذن غدينمثل أربعة إذن التدريجة مع قبل التدريجة التي تشير إلى خمسة إذن هنا عندي 7 ثلاثة إذن ممكن أنكم تلونوا هذه الأعميدة إذن بالنسبة للنقطة ستة حصل عليها إذن 7 ثلاثة 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 عشرة ربعة إذن نمر إلى السؤال ما هو عدد تلاميذ الحاصلين على النقطة أكثر من ثمانية إذن عدد تلاميذ اللي حصلوا على النقطة أكثر من ثمانية هما عدد تلاميذ اللي حصلوا على النقطة تسعة والنقطة عشرة إذن غدينجمعوا ثلاثة زائد ربعة إذن عدد التلاميذ عدد التلاميذ الحاصلين على النقطة إذن أكثر من 8 ماشي 8 قالك أكثر من 8 إذن أكثر من 8 هما اللي حصلوا على 9 و10 إذن هو المجبوع دياله 3 زائد 4 إذن 3 زائد 4 إذن 7 إذن عدد تلامد اللي حصلوا على نقطة أكثر من 8 هو 7 ديال تلامد نمر الآن إلى السؤال الموالي السؤال الخامس لاحظ الشكل ثم أحسب مساحة القرص A إذن غنحسبوا المساحة ديال القرص A إذن المساحة ديال القرص كتساوي P في R في R R هو الشعاع عندنا 5 5 سنتيمتر بالنسبة ل P كتساوي 3.14 مضروبة في 5 مضروبة في 5 إذن 5 في 25 إذن 3.14 مضروبة في 25 لقدرنا تطبيق عددي إذن 78.5 إذن الواحدة السنتيمتر إذن المساحة السنتيمتر المرابعة إذن لأنه هون عندي خمسة خمسة سنتيمتر خمسة سنتيمتر خمسة سنتيمتر إذن هي سنتيمتر أوس إثنان نمر الآن إلى السؤال الخامس قدرنا وقمون سنتيمتر بالنسبة لأنه في المناسبتر سنتيمتر خمسة سنتيمتر خمسة به في اثنان اللي هي 18 إذن الواحدة ماتر خسنا ردو البال الواحدة الواحدة هي الماتر إذن ماشي سنتيمتر الواحدة هي الماتر بالنسبة لأ أ كترمز لنا اللغ المساحة بالنسبة للمساحة ديال المستطيل هي الطول في العرض إذن L فو ستاديغ 6 فوى 3 إذن 6 في 3 تساوي 18 وبالنسبة للواحدة ماتر مربع إذن 18 ماتر مربع إذن لاحظوا 18 ماتر مربع بالنسبة للمحيط 18 ماتر إذن أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو معيدنا يتجدد إن شاء الله في أقرب وقت مع فروض أخرى خاصة بالمرحلة الثالثة دائما على نفس القناة تكونوا في المعيد إلى اللقاء